أهلا بحضراتكم من جديد يعني الكلام الفترة دي كتير جدا جدا وآراء مختلفة بشكل كبير بخصوص شكل الدوري في الموسم الجديد وليه الكلام في الجزائية دي كتير تحديدا لأن الارتباطات السنة الجديدة دي أو الموسم الجديد مليئة بالأجنتات الدولية تتعلق بمنتخب مصر الأول تصفات كاس العالم وبطولة العمارة أفريقية البطولة العربية كل هذه الأمور وأيضا فيما يتعلق بالأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وكمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي مشاركته في كاس العالم فبالتالي الأجندة مضغوطة يعني عندك فترات توقف كتير قوي 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 هتعطل الدوري الطبيعي بشكل كبير أنا لسه مش عارف إيه اللي ممكن يحصل إيه الشكل اللي ممكن يتم اختياره اجتماع يوم الخميس لربطة الأندية في مصر هي اللي هيتخذ من خلالها القرار بعدما يجتمع ممثيل الأندية المختلفة وحيشوف القرار الأنسب إيه وهيتم اتخاذه أنا مش عارف آلية اتخاذ القرار هتكون إزاي لكن في نفس الوقت هيرعوا المصلحة العامة اللي بتتعلق بكل الأندية لأنه أكيد حيبقى فيه أطراضات بالتحديد الأندية مثلا اللي بتشارك لأول مرة في بطولة الدوري بيقولك لا أنا ممكن ألعب دوري من دور واحد فأنا مش ضماني أنا لسه ما عندش خبرات الدوري ممتاز ففرص إن أنا بقى موجود في الدوري هتبقى صعبة رغم أنهم عندهم إمكانيات كبيرة ممكن البعض الآخر اللي ما جهز نفسه بشكل كويس يعترض ممكن البعض الآخر يوافق اللي يكون عنده ارتباطات كتير جدا على المستوى الأفريكي مثلا فمواقف الأندية فيه البعض أعلم مواقفه وفيه مثلا الأهلي لسه ما أعلنش مواقفه حيكون إيه بيدرس الموضوع بشكل كامل بالتالي أنا عايز أشرح لحضراتكم كل الأمور والكواليس اللي بتتعلق بالملف ده لأن الملف ده يهمنا ليه يهمنا لأن نتمنى نتمنى إن إحنا في يوم الأيام نلاقي الدوري ماشي على غرار الموعيد والارتباطات اللي بتحصل في أوروبا يعني مثلا في أوروبا أنت بتبقى عارف الدوري حيبتدي إمتى وحيخلص إمتى وأجهزة اللعيبة لمدة شهرين مثلا أو شهرين ونصف وحكاة استقنم في الدوري الجديد الأمور ماشي بشكل منظم جدا هنا بقلنا كذا سنة الدنيا ماشي بشكل استثنائي الدوري ماشي بشكل استثنائي فنفسنا في يوم الأيام نلاقي الأمور طبيعية والمواعيد ثابتة ما فيش تعديلات كتير ما فيش مشاكل كتير زي ما هو بيحصل اللي ذات كمان في الموسم الجديد كاس الرابطة اللي أكررته رابطة الأندية المحترف قال لك هنعمل كاس رابطة الأندية وكمان أعلنوا مبارح بشكل غير رسمي أنه هيبقى توقيته ومواعيده في فترة الأمم الأفريقية فبالتالي لسه الأمور مش واضحة